ولدت حكومة سعد الحريري بعد مخاض عسر إلا أنها ولادة على أرض من الجمر في ظل تناقضات السياسة اللبنانية التي تتطلب إدارة حاسمة لمواجهة التحديات على الصعيدين الداخلية والخارجية تحديات داخلية على رأسها الاقتصاد في ظل حالة الاهتراء التي تعاني منها الدولة والتي تتكشف فصولها على نحو أسوأ بين الحين والآخر حيث تبين لغة الأرقام كارثة تراكم الدين العام الذي وصل إلى ما يقارب 84 مليار دولار مع استمرار ارتفاع كلفة الدين العام وعجز فاق 6 مليارات دولار ومعدل نمو بطيء لم يتجاوز 1.5% عام 2018 بينما العجز بلغ نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي خارجيا تبرز ملفات سياسية أكثر خطورة وحساسية خصوصا بعد تمكن معسكر ميليشيا حزب الله من تحقيق الغلبة داخل الحكومة تزامنا مع دقة المرحلة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومع الحديث عن مواجهة أمريكية إيرانية مفتوحة وبطبيعة الحال إن حصلت حقا فإن ميليشيا حزب الله في وجه العاصفة الأمريكية باعتبارها أحد أقوى أذرع إيران في المنطقة واشنطن لم تتأخر عن التعليق على تركيبة الحكومة اللبنانية فقد حذر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب من استغلال ميليشيا حزب الله المناصب الوزارية التي تولتها لتمويل أعمالها الإرهابية في سوريا مؤكدا في الوقت نفسه استمرار واشنطن في مكافحة تمويل حزب الله وتجفيف مصادره وليس بعيدا عن ملف ميليشيا حزب الله يقفز ملف العلاقات اللبنانية مع نظام الأسد إلى واجهة التحديات الخارجية حيث أن سعد الحرير وإن كان يرفض اليوم الانفتاح على سوريا إلا أنه في المقابل يضع أوراقه في الكريملين وذلك من خلال إشادته بالخطة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين على الرغم من الاعتراض الأمريكي والدولي عليها وربطها بالحل السياسي وهو ما سيؤدي إلى حشر لبنان في الخانة الروسية السياسية وربما نبذه دوليا وحتى عربيا ترجمة نانسي قنقر